لكن النهاردة هنروح لصورة حلوة وصورة مضيئة في مباراة أسوان اليوم شوفوا النهاردة شعبية النادي الأهلي شوفوا النهاردة استقبال جمهور مش هقول جمهور الأهلي لا ده أنا هقول جمهور أسوان العظيم والمحترم الرائع الجمهور اللي على الفطرة بتاعته شوفوا النهاردة النادي الأهلي وهو في صعيد مصر في مدينة أسوان شايفين البيوت اللي حاولين الأستاذ شايفين الناس وهي وقفة في البلكونات وعلى أسطح البيوت شافين الناس واستقبالها في الشوارع وفي المدارس وفي المباني وفي المساكن اللي حاولين استاد أسوان شوفوا النهاردة يعتبر عيد قومي لمحافظة أسوان هو وجود النادي الأهلي في صعيد مصر الاستقبال ده شفناه منذ قدوم النادي الأهلي من يومين وتدريبات النادي الأهلي وفي حفاوة كبيرة حفاوة بلغة جدا في استقبال بعسة النادي الأهلي اللاعبين والجهاز الفني والطب واليداني واللعبين وكل منظومة النادي الأهلي النهاردة وأنا شايف أوتوبيس النادي الأهلي وهو بيتحرك من فندق اللي كما هو رايح الملعب الناس وهي في الشوارع الناس بأعلام النادي الأهلي هي دي كرة القدم وهي دي عظمة النادي الأهلي وهي دي شعبية النادي الأهلي اللي دايما الناس بتحاول تكسر فيها خلي بالكو الصور الحلوة والمضيئة وجماهير النادي الأهلي بالمناسبة جمهور النادي الاهلي محتاجش اوتوبيسات ولا اطرات ولا طيارات ولا وجبات ولا اي حاجة جمهور النادي الاهلي قول بس النادي الاهلي يلعب في الحتة الفلانية هتلاقي جمهور النادي الاهلي متواجد وبكسافة وبعداد كبيرة هي دي عظمة جمهور النادي الاهلي في اي مباراة ايا كانت كاس العلم لان ديها في المغرب في اليابان في اي مكان هتلاقي جمهور النادي الاهلي متواجد في الدور الممتاز في اي محافظة تلاقي جمهور النادي الاهلي متواجد علشان كده دايما بالراهن على جمهور النادي الاهلي وبنقول ان جمهور النادي الاهلي دايما هو اللاعب رقم واحد الصور ان انتوا شافينا قدام حضاراتكو دي دي بتدقي بعض الناس شعبية النادي الاهلي سواء في تونس سواء في الجزائر سواء في المغرب سواء في اسوان سواء في مصر في اي مكان دايما بتلاقي بعض الناس اللي بتشتغل على الفتنة او دايما عايزة الاجواء مشتعلة دايماً عايزة تعمل فتنة بين النادي الأهل وبين الجماهير الأخرى لكن النهاردة جماهير عظيمة جماهير أسوان وأيضاً بحي جمهور النادي الأهل اللي كان متواجد النهاردة بكثافة وبعدد كبير جداً النهاردة في تشجيع اللاعبين من أول ثانية في المباراة لآخر دقيقة النهاردة جمهور النادي الأهل ضرب لوحة عظيمة جداً لكن النهاردة في صور أخرى مضيئة